هل هي زلة غضب أم الوجه الحقيقي لأصحاب السلطة في العراق الذين يواجهون غضبا شعبيا جراء عدم تنفيذ وعودهم بالإصلاح وثقت كاميرات المتظاهرين هاهنا مشهدا لطالما كان غصة في حناجرهم فبدلا من السماع لمطالبهم يقوم محافظ البصرة أسعد العيدان بضربهم ويتجاوز البرتوكول الرسمي لإلقاء القبض عليهم بنفسه مشهد يظهر تناقضا واضحا بين أقوال الرجل وأفعاله الذي لطالما أكد في تصريحاته أن المتظاهرين في واد والحكومة لا تزال في واد آخر بعيدة عن تلبية مطالبهم المحقة فما الذي جرى يقول الناشطون إن التجرع العيدان على فعلته يبرز الوجه الحقيقي للمسؤولين في البلاد الذين يستخدمون التظاهرات لتصفية حساباتهم السياسية أو ترق باب آخر من الفساد عبر المخصصات المالية للمحافظات ويضيف الناشطون أن هذا الاستهداف ليس الاستهداف الأول لمسؤول حكومي بل سبقه طرد وزيرين اثنين من البصرة حيث وصل الغضب الشعبي لذروته من جانبه وصف العيدان المتظاهرين بعدم الالتزام بالأخلاق وأمر باعتقالهم ولم يقف الأمر عند ذلك لاتهام أحد أعضاء مجلس المحافظة المتظاهرين الذين ارتدوا السطرات الصفر بأنهم مدفعون من جهات خارجية لمجرد تشابه زيهم مع زي متظاهري باريس اتهامات تبين البون الشاسع بين السطرات الصفر في فرنسا ورئيس يضرب بالبيض ولا يحرك ساكنا وبين المسؤولين في العراق الذين قابلوا مرارا التظاهرات بالعنف والرصاص وبر الوري أنفسهم ذلك حاليا بما يجري في فرنسا ولكنهم نسوا على الأغلب نقطة مهمة أن الحكومة رضخت لمطالب المتظاهرين الفرنسيين بل واعتذرت منهم بينما لا يزال العراقيون وإخوانهم في المنطقة العربية يتظاهرون ويعتقلون ويخفون قصرا دون ما أي اعتذار حكومي وبقاء مطالبهم التي تعتبر من أساسيات الحياة مركونة في أدراج المسؤولين أو في سلات مهملاتهم هذه 10 ألاف فرصة عمل طهل عبادي ترجمة نانسي قنقر